أهلا بكم في قناة مساء الأخبار وأهلا بكل المتابعين النهاردة هنتكلم عن توقعات قلتها ليلة عبداللطيف الحقيقة مش في ليلة للرأس السنة ولكن قبلها كان الكلام ده في الفيديوهات اللي تلعت بيها على قناتها الرسمية في شهر 12 تقريبا 11 وكانت بتكلم ساعتها في 22 والتوقعات اللي ممكن تحصل وخصوصا في قارة أوروبا وعن الأزمات اللي هتواجهها وده طبعا دينا بنشوفه حاليا في الحرب الروسية الأوكرانية وكل أوروبا دلوقتي مستعدة للدخول في الحرب بدد روسيا وبعض الدول طبعا أعلنت توافقها مع روسيا ولكن اللي مع روسيا أقل بكتير من اللي ضدها ده كله هنعرفه من خلال هذا الفيديو والتوقعات اللي قالتها أيضا ولكن قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والشير الحقيقة ليلة عبداللطيف كانت طلعة في فيديو آخر فيديو ليها قبل حلقة ليلة رأس السنة وتكلمت عن بعض التوقعات لها للعام 22 وكانت قيلة كده بالنص إنها شايفة مشاكل في أوروبا وقالت إن على مشارف عام 22 سنشهد أزمة عالمية قادمة وعدد كبير من الدول سوف يتأثر بها بشكل غير مسبوء والحقيقة مش محتاجة إن أنا أشرح لكم التوقع التوقع شارح نفسه وقالت كمان أجواء خلق ورعب تعيش فيها بعض الدول الأوروبية لفترة وذلك بسبب أحداث حاصلة خلال المراحل القادمة برضو التوقع شارح نفسه وقالت كمان في هذه الحلقة إنها شايفة إن العالم في 22 داخل على كارسة وقالت كده برضو بالنص على نفس الفيديو اللي هي طلعت فيه على قناتها سيكون العالم على موعد مع كارسة إنسانية أو طبيعية والموت يحصد الآلاف من أرواح الأبرياء وذلك خلال المرحلة القادمة ممكن في 22 أو 23 وسنراها على كل شاشات التلفزيون لكن سبكم من التوقع ده أنا قلت لكم قبل كده لكن بفكركم بي لكن التوقع لن أسأله لكم من شوية أنها كمان ذكرت الدول الأوروبية يعني هو بالفعل هم عايشين في أجواء من القلق والرعب قالت أجواء من القلق والرعب تعيش فيها بعض الدول الأوروبية لفترة وذلك بسبب أحداث حاصلة خلال المراحل القادمة طب إيه اللي جد جديد عشان نطلع بالتوقعات الحقيقة نهاردة سيرجي لفروف وزير الخارجية الروسي بيقول لو أنتوا عايزين تحربونا ساعتها لو حصل أنه إنتوا استخدمت النووي إحنا نستخدم النووي ساعتها تقوم حربة على مية ثالثة وده اللي إحنا مش عايزين وردسي ما بتخافش ولو إنتوا وجيتوا جنبينا إحنا كمان معانا الأسلحة الكافية لتدميركم ده كم معنى الكلام والحقيقة الخبر نازل على بي بي سي نيوز بالعربي في 3 مارس النهاردة الساعة 11 جي ام تي يعني بتوقيت جرينيتش وبتوقيت مصر الساعة واحدة زهرا بيقول الخبر اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف الغرب بالتفكير في حرب نووية أنه بيتهمهم أنه هم عايزين يستخدموا النووي ضد روسيا وقال خلال المؤتمر الصحفي عبر الانترنت يوم الخميس النهاردة أن الكل يعلم أن حرب العالمية الثالثة لا يمكن إلا أن تكون نووية يعني لو قامت الحرب العالمية الثالثة كلها يستخدم السلاح النووي وقال لفروف إذا كان البعض يضعون خطة حرب فعالية ضدنا وأعتقد أنهم كذلك عليهم التفكير ماليا مؤكدا أن بلاده لن تسمح لأحد بزعزعة استقرارها وجاءت تصريحات لفروف في وقت أفادت فيه الأنباء من أوكرانيا عن سيطرة الجيش الروسي على خيرسون في جنوب البلاد أولى المدن الأوكرانية الكبرى التي تسقط بيد الروس منذ بداية الغزو كذلك أفادت الأنباء بأن العصمة كييف شهدت بعد منتصف ليل الأربعاء العديد من الانفجارات الضخمة وسط ضوية سفرات الانزار بعد سكوت أول المدن الكبرى وقالت كبيرة المراسلين الدوليين في بي بي سي اللي سدوسيت أن صوت صفرات الانزار بات الصوت المعبر عن العاصمة حيث لم يعد يغمض لأحد جفن وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لكرة نارية ضخمة بارتقالية اللون تتوهج في سماء كيف ولا تزال قافلة من المصفحات الروسية الضخمة ترابد على أعتاب المدينة وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان لها أن القافلة العسكرية الروسية لم تحرز تقدم ملموس على مدار 3 أيام وبحسب تقييم المخابرات العسكرية البريطانية فإن القافلة العسكرية الروسية التي تقترب من العاصمة كيف من جهة الشمال لا تزال على مسافة 30 كيلو من وسط المدينة وإنها تلقى مقاومة أوكرانية عنيدة وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الحرب العلامات الثالثة مش هتكون غير نووية وده قالوا إن لو حد هيجي عندنا إحنا مش هنسكت وقال كده بالنص إذا شنت حرب ضدنا فعلى هؤلاء الذين يعدون مثل هذه الخطط أن يفكروا ماليا في الأمر وفي اعتقادي إن خططا من هذا القبيل قيد الإعداد يعني أنا متأكد إن هم بيفكروا في إنهم يدربوا روسيا وإحنا مش هنسكت وقال رفروف مزاعم روسيا مزاعم روسيا بإن الحكومة الأوكرانية هي نظام نازي جديد قال إن عصابات تنهى بالكرة والمدن بما في ذلك في مدينة اسمها ماريوبول والحقيقة الموقع نفسه اللي جايبين منه الخبر بيقول لم ترصد بي بي سي دليلاً داعماً لتلك المزاعم إن في عصابات بتنهب مفيش الكلام ده البي بي سي هو اللي بيقول وقال رفروف أيضاً إن الأوكرانيين بيحاولوا الآن استخدام المدنيين كدروع بشرية وأشار رفروف أكثر من مرة إلى هوليوت قائلاً إن على الناس قال لا يكتفوا بمشاهدة هذا الفيلم الهوليودي الذي كتبوا الإعلام الغربي السيناريو الخاص به يعني قال إن اللي بيحصل دلوقتي من حاجات دعائية ومشاهد عبارة عن الغرب قصدين أن هم يوصلوا فكرة معينة أو وجهة نظر معينة للعالم غير الوجهة النظر الحقيقية وشبه لفروف الولايات المتحدة بكل من نابليون وهتلر قال في الماضي كان نابليون وهتلر هدف وإخضاع أوروبا وكذلك هم الأمريكيون اليوم وقال لفروف إن الولايات المتحدة تقف وراء قرار إلغاء خط غاز نورد ستريم 2 والبلد لغد دلوقتي مشى في مشاكل والأسف في يعني أخبار كتيرة حوالين الموضوع ولكن دي كانت أهم الأخبار والأزمات اللي عايشة فيها دلوقتي أوروبا وأوكرانيا وروسيا ربنا يسر على الناس كلها وما تقومش الحرب العالمية التالتة ولكن ده تهديد صريح من وزير الخارجية الروسي لو أنتوا ضربتونا إحنا هنضربكم ضربات أشد لو أنتوا فكرتوا فإن أنتوا تضربوا روسيا بالنووي روسيا مش هتسكت وهتضرب برضو بالنووي وساعاتها هتقوم الحرب العالمية التالتة ده تهديد صريح بأنهم ما استخفوش بروسيا زي المرة اللي فاتت لما كانت روسيا بتهدد أنها تضرب أوكرانيا وحاولت أنها توصل مع المفاوضات ولكن ساعاتها أوكرانيا تشبست بالغرب وبولايات المتحدة وقالت إن إحنا لو أنتوا جيتوا أهلا بكم في الجحيم وللأسف روسيا فعلا نفزت كلامها ودخلت والجحيم بقى على الأوكرانيين بكده نكون انتهينا من الموضوع إحنا بننقل الأخبار والتوقعات بشكل حيادي إحنا ولا مع دا ولا مع دا ولكن اللي صعبان علي الناس اللي بتموت الناس المدنية اللي ملهاش أي دعوة بسياسات الدول اللي تبهدلت دي حرام أن يحصل فيها كده دا رأي الشخصي لكن رأيكم أنا مستنية في التعليقات وبنوجه طبعا التحية لالة عبداللطيف ولكل المتابعين والمشتركين ما تنسوش يا جماعة الجداد معنا في القناة ياريس يشتركوا عشان توصلكم إشعارات الفيديوهات عن طريق تفعيل الجرس ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والشير اشتركوا في القناة